النهاردة استقبال فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي في مباحثات مع العاهل البحريني في قصر الاتحادية في القاهرة لأنه الوضع الإقليمي أصبح شديد التأذم خاصة بعد محاولات الشد والجذب اللي حصل في المنطقة ما بين إسرائيل وما بين إيران أنا من الناس اللي بتشوف أنه الشد والجذب خلاص عملياً هيبدأ يخش في نطقة التصريحات والرد بالوكلة وما إلى ذلك وعمليات نوعية لكن خليني الأول أشوف مع بعض أو نشوف مع حضراتكم جزء من كلمة فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي اللي اتعامل النهاردة وكان مؤتمراً مشتركاً مع العاهل البحريني ونرجع نكمل الكلام قد نقشت مع شقيقي جلال في الملك جهودنا جهود بلدينا والجهد العربي المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير قابل للاستمرار وأرض حد له والأهم ضمان عدم تكراره من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف كل محاولات التاجير القصري أو التجويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الشقيق والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية ترجمة نانسي قنقر